ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية هذا اليوم بقصر القضيبية وفي بداية الجلسة هنأ سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب ورئيس مجلس الوزراء هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر نيابة عن مجلس الوزراء بمناسبة حصول سموه على جائزة شعلة السلام والتي منحت لسموه من قبل جمعية تعزيز السلام في فيينا بالنمسا تكريما وتقديرا لسموه كشخصية عالمية لها دورها البارز في مجال العمل الإنساني لدعم السلام وتوثيق العلاقات الإنسانية بين شعوب العالم وأشاد المجلس بمشروع تطوير مطار البحرين الدولي ووضع حجر الأساس لمبنى المطار الجديد والذي يعد من أكبر المشاريع التنموية في تاريخ الطيران المدني بمملكة البحرين والذي يضاف إلى منجزات مملكة البحرين ويسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في مجال الطيران وأيد المجلس قرار المملكة العربية السعودية الشقيقة حول إجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع الجمهورية اللبنانية وبقرارها بوقف المساعدات عن الجيش اللبناني وقوى الأمن اللبناني وأن المجلس يدعم مواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من قرارات للحفاظ على أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد هنأ المجلس قيادة وشعب دولة الكويت الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني ويوم التحرير متمنيا لدولة الكويت دوام التقدم والازدهار وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله وتخذ بشأنها ما يالي وافق المجلس على مذكرة بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية ويأتي إنشاء اللجنة الوطنية بما يتوافقه مع المرسوم الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهني والخدمات الصحية والذي بمقتضاه تم نقل تبعية الهيئة إلى المجلس الأعلى للصحة وتوسيع اختصاصات اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية ناقش المجلس مذكرة بشأن مشروع قانون المؤسسات التدريبية الخاصة حيث يهدف المشروع إلى الارتقاء بمخرجات التدريب بما يتيح زيادة قدرة المؤسسات التدريبية الخاصة والمشاريع الاقتصادية في المملكة على المنافسة والنفاذ إلى سوق العمل من خلال الاستفادة القصوى من الموارد البشرية وتأهيل المتدربين وفقا للمعايير والمقاييس العالمية وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة العليا للتعليم لمزيد من الدراسة اطلع المجلس على مذكرة بشأن مذكرة للتعاون في المجالات التعليمية والعلمية والتكنولوجية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية حيث تهدف المذكرة إلى توطير وتعزيز التعاون بينهما في مجالات التعليم العام والتعليم الفني والتقني والتعليم الخاص والتعليم العالي وفي مجال الخدمات التربوية والأنشطة الطلابية والتخطيط والمعلومات وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية استرد المجلس التقرير المقدم من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بخصوص عدد من المؤشرات الاقتصادية للعام 2015 إذ أشارت التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015 بلغ نحو 11 مليار و 62 مليون دينار أي بنسبة نمو تصل إلى 3.2% وبلغ حجم التبادل التجاري السلعي غير النفطي ما مقداره 8.2 مليار دينار أي بزيادة تصل إلى 1% وقدرت قيمة الصادرات وإعادة تصدير السلع غير النفطية بنحو 3.5 مليار دينار مسجلة زيادة مقدارها 4% وبلغت قيمة الواردات غير النفطية بنحو 4.7 مليار دينار تابع مجلس الوزراء مستجدات طلب تمديد العمل بنظام مستوى التعرفة التفضيلية الذي ينتهي العمل به في 31 يوليو 2016 وتعفى بمجابه حصة التصدير الخاصة بمملكة البحرين من الأقمشة والمنسوجات إلى الولايات المتحدة الأمريكية من التعرفة الجمركية الأمريكية وفقا لما نصت عليه اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ويعمل الجانب البحريني على التجديد لهذا النظام إلا أنه لم يحصل على التجاوب المطلوب من الجانب الأمريكي الذي لم يقبل حتى الآن بتمديد العمل بنظام مستوى التعرفة التفضيلية ووجه المجلس وزير الخارجية ووزير الصناعة والتجارة والسياحة لمتابعة الموضوع مع الجانب الأمريكي إلى ذلك فقد ناقش مجلس الوزراء عددا من الخيارات التي تنمي قطاع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وتشجع الاستثمار في صناعة المواد الخام بما يكفل زيادة تصدير المنتجات البحرينية من الملابس الجاهزة بما في ذلك التوسع في إنتاج مختلف أنواع النسيج ذو الجودة العالية وافق المجلس على مذكرة بشأن تبديد العمل بمشروع توظيف وتأهيل البحرينيين بتوظيف نحو 15 ألف باحث عن عمل خلال الأعوام 2016-2018 وذلك الاستعاب أعداد الخريجين الجدد المتوقع دخولهم سوق العمل خلال العامين القادمين أخذ المجلس علما بعدد من الاقتراحات برغبة الواردة من مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وعقب الجلسة عقد سعادة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب مؤتمر صحفيا تطرق من خلاله لأبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء حيث أكد سعادة الوزير إلى أن ضوابط السفر والمعايير الخاصة بسفر النشأ والشباب بين الفئة العمرية من الرابع عشر إلى الثامن عشر تأتي بهدف حمايتهم من استقطاب التنظيمات الإرهابية في دول خارجية بعدها أجاب سعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب على أسئلات واستفسارات ممثلي وسائل الإعلام الذين حذروا المؤتمر الصحفي كما شارك سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في المؤتمر الصحفي الذي عقده سعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب حيث أكد زياني أن اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا مفتوحة وليس لها تاريخ محدد وبأن ما تم التناقش فيه اليوم هو اتفاقية تصدير الملابس الجاهزة فقط موضحا في هذا الصدد أن نسبة 25% من صادرات البحرين إلى أمريكا هي الأقمشة وأشار الزياني إلى أن هذا العام سيشهد الاحتفال بمرور عشر سنوات على بدء اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا كما أكد سعدة الوزير أنه سيتم افتتاح بنك للصادرات قريبا وذلك لتشجيع تصدير المنتجات للخارج منوها بدور قطاع السياحة كرافد مهم للاقتصاد الوطني حيث أصبح هذا القطاع أكثر أهمية بعد هبوط أسعار النفط موضحا أن استراتيجية السياحة تعتمد على المنافذ والفعاليات والإشهار والمرافق وفي سياق المتصل قال الزياني إننا لا نرضى بالتلاعب في أسعار السلع والمنتجات في السوق وأشار الزياني إلى أن السجلات الافتراضية تفتح مجالا جديدا للبحرينيين لممارسة أعمالهم بصفة فردية من منازلهم هذا وسيعرض تلفزيون البحرين التسجيل الكامل للمؤتمر الصحفي لسعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب بعد هذه النشرة ترجمة نانسي قنقر